اشتركوا في القناة 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 ايه؟ انا كنت بصارع لانقاذ روح بريئة ضعت مني بعد قصة حب كبيرة قوي بس بصراحة انا من اول ما شفتكم دلوقتي اتفقلت جداً واتطمنت على حالة معالي الوزير طب واحنا ايه علاقتنا بحالة بابي؟ ازاي بقى؟ في حد في الدنيا ربنا بيرزقه بالجمال ده كله ويستسلم للمرض برضو؟ علشان كده انا هاخدكم دلوقتي حالاً تبصوا على بابي خمس دقايق بس اولاً علشان تطمنوا عليه بنرسوكم وثانياً علشان نديله ابتسامة رئيئة احنينة من الوش اللي زي الامر ده هو ده تورفكت اراهن ان الابتسامة الحلوة دي هتخلي بابي يخرج زي الحصان من العملية عملية؟ حضرتك قررت الجراحة؟ شفتي بقى حضرتك احنا حظينا حلو ازاي؟ نقول بقى الحمد لله عليها هانم حضرتك خديها قعد عامة مفيش جراح قلبي في الدنيا كلها يكون عنده يأس من حالة المريض بتاعه ويفتح عودة العمليات ولا حتى يقبل انه يجرحه بماشرة صغير قد كده بيحاول انه هو ساعتها يعفيه من اي قلم بيقول خلاص كفاية عليه حتى كده لانه بيكون يأس من حالته انما احنا ما شاء الله عرسنا جامد وزاي الفل وقلبه يستعمل اي حاجة حمد الله عالسلامة يا فندم الدنيا منورة والله ازايك يا دكتورة؟ بقى لي كتير ما سمعت صوتك ولا شفتك في مكتبي ايه كبرته ولا استغنيته عن خدمات الوزارة يا خبره بياد ازاي بقى يا فندم؟ ده احنا ماشيين بنفس معاليك طمينيني اخبار الوضع ايه احسن الدنيا مقلوبة ومكتب رئيس الوزراء كل شوية اتصل عايز معلومة جديدة خير يا فندم ان شاء الله الازمة استقرت والوضع احسن بكتير يا ربنا يسطر اتفضل زيادك و ايه الحالة فين دلوقتي؟ في العناية يا فندم على ما ساعدتك تشرب قهوتك اكون بعدت للدكتور سليمان يبا لا يا دكتورة من فضلك بلغ الدكتور سليمان يرفع ايده من الحالة فورا ازاي يا فندم؟ احنا رتبنا كل حاجة من حسن الحظ للبروفيسير فيتر ويليام كان موجود بيعمل بحث ميداني مع وفد من الامم المتحدة اكتشفنا من ساعتين بس ان الوافد لانه قرر ياخد يومين سياحة وهو دوت اللي اخرني عنكم طب وبروفيسير فيتر فين؟ جاي في الطريقة ياريت تبلغي حد من الدكتورة يكون في استقباله تحت هنعمل ايه؟ ما احنا عندنا اسات زكبار مش قادرين يتحملوا المسئولية اكيد حضرتك فهماني طبعا فهمي يا فندم عايز كل التحليل والاشياء اللي اتعملت واي ريبورتن كتب يكون معايا قبل ما ادخل الرعاية حاضر دكتورة يا شيناس دكتورة يا دكتورة انا هنا هو انت فين يا بني ادم؟ ده وقت تختفي فيك اختفي يا دكتورة انا بتتصل بساعتك من الصبح وحاطرتك من الشارية ترد علي انا كنت عايز اقولي خلاص خلاص بتروح دشايك على الرعاية بسرعة مش عايز غلطة واحدة فيها دكتورة نبيل عاوز يشوف الحالة بنفسه وتبعتلي ريبورتز والتحاليل كلها لحد ما اشوف دكتور سليمان راح فين هو كمان الله وايف ليه بني ادم؟ ما تتحرك عايت ايا دكتورة انا بتتصل بساعتك من الصبح عشان ابلغ حضرتك ان الدكتور سليمان جاهز غرفة العمليات وخدر الحالة تقولت ايه؟ بقول لحضرتك يا نهر اسود انت بتتكلمي جان؟ انت يعني؟ طب وهيا فين تلوقتي او ماي جود اوكي اوكي خلاص انا ححاول اتصرف خلاص باب يلا باي فيا منور اللي حصل شو شو بتقول ان مامي اثبتهم في شرمه ورجعت النهاردة زمانها في الطريق حرم عليك يا بنتي خضتيني التبو ديفايا يا بنتي ده انا سايبة بلاويم سايحة في قطي لو مامي رجعت وشافتها هتبقى مصيبة بلاويم زي ايه؟ هقولك هو ده وقته دلوقتي انا لازم اتصرف بسرعة المهم يا شو شو امسسسسوري انا مضطرة بس اخد عربيتك ساعة واحدة هروح ازابط الدنيا في البيت وارجعلك على طول اوكي انت مش مهم العربية المهم هتسبيني هنا الواحد انا نروح مع بعض الروح ازاي يا شاهد نروح ازاي ايه ده اللي انت فيه ده؟ انت فكرا ان الراكل دوت لو بعدلك وما لا اكيش هيرضي قابلك تاني؟ بلاس انا كده او كده ما كنتش دخلة معاك اصلا هتبقى يا شو شو مفيش وقت دي مهزلة ومش ممكن تحصل في اي حتة في الدنيا هو مش عارف هو بيعالج مين ولا مين الشخصين اللي تحت ايدو ولا خلاص؟ عامل نفسه مش واخد بالو انا بقول ساعدتك تكلمه انا مش هكلمه اه دكتور ولا عايز اشوفه اساسا هو مش لسه منخضر الحالة من ساعة؟ من حوالي ربع ساعة دكتور على ما يفكر يبتدي لو دخل العمليات بشرفي بشرفي لقد مستقلتي معقولها يا فاطمة يعني ست سنين تعليمي وسنة امتياز ودخلتش عمليات خالص يعني رجلك ما تكعبلتش حتة في سيزاريان في لوز يا ستي والله يا ابدا يا دكتور المرة الوحيدة اللي دخلت فيها ساكشن تشريح وقفتت ثلاث ساعات وما شفتش غير دهر واحدة زملتي طبعا اكيد يعني هتشوفي ايه لما هما موقفين الدفع كلها على جسة واحدة البنات بتزقف بعض والولاد بينطوا فوق الكراسي والله يا حضرتك بتوصف المنظر زي ما تكون كنت موجود معانا بالضبط عارف طبعا عارف كل حاجة وعارف كمان ان انتي جواكي حكيم شاطر وعلشان كده انا بعتلك ها بالنسبة للأعصاب تمام؟ ولا هتقعي من طولك ونسيب الحالة ونتلخم فيك انتي هوى حضرتك تقصد ايوه يا ستة بطة اقصد هتحضري معايا العملية دي واللي هتشوفيه فيها هيعوضك عن زينة كلية كلها انا يا دكتور بجد والله العظيم ربنا يخليكو يبارك فيكو يكرمكو ياه ايه ده ايه ده كل الشحاتة دي يلا بقى علشان تغير هدومك والتعقامي اهه اغير رأيي ولا ايه لا 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 حاضر حاضر ربنا وفاك يا بنت يا يا بنت الغالي لا رحمك يا صلاح احسن عليك ايه يا فندم طبعا انا بنفسي جبت له بروفيسير من اشهر جراحين اوروبا دكتور بيتر ويليام اظن معليك سمعت عنه لا هو حيتابع الحالة مع كونسولته من الدكاتر المتميزين احطمن ساعتك لحظة بلحظة يا فندم مع السلامة ساعتك تفضل حضرتك تفضل تفضل انا عايز حضرتك تطميني خالص هي اسمة بسيطة وان شاء الله حيقوم منها بالسلامة وأرجو انك تقبالي اعتذاري عن التصرف المفاجئ اللي عمله دكتور سليمان العافية دكتور نبيل مفيش اعتذار ولا حاجة عموما انا عافيته من المهمة دي عشان اعرف حسبه على التصرف الغير مسؤولي اللي عمله حضرتك بتقصد انه تصرف انه تصرف القرار اللي خاده بتجهيز الحال للعمليات من غير ما ياخد موافقة ايوة بس هو ما عملش حاجة غلط مهما كانت كفاءته قدرته دي قواعد طبية مفاش اي جدالي عليها هانم وانا مقابلش فيها اي اعتذار يا دكتور نبيل اسمعني الدكتور سليمان هيعمل العملية الجوزي بناء على اكرار شخصي انا كتبته وسلمتوله بايدش مفيش عملية كورونري بايباس مادمونا 100% لكن بيشانت عنده انستابل ليفر يعني في ريزك كبير لو حصل تقدير طب وهي العمل دي الحالة تخدرت فعلا I can't do anything كمان الايكو والسي بي سي مش فيهم اناف كواليتي كان لازم يكون فيه دقة اكتر من كده قبل السيرجري اه ده حاجة حظينة جدا هو اليوم باين من اوله دكتور نبيل انا اسفة جيدة الدكتور سليمان داخل العمليات ولا لسه يا دكتورة هم بلغون انه لسه مستاني الاوكي من دكتور التخدير الحقيقي من فضلك بسرعة خليه يوقف العملية دي فورا وخلي دكاترة التخدير يفوق الحالة بناء على اوامر مني انا شخصية وإلا ححملكم مسئولية جنائية مش هتستحمليها اللا انتي ولا الدكتور سليماني العريني هذا اللي فانت سوريا دكتور انا اخلى حضرتك تشوف الحالة بنفسك وتكتب لي ريبورت بكل الديتيلز اللي موجودة في اللي اسكوز مي دكتور نبيل انت من شوية قلت حكا انا عايز اتأكد منها اه قلت ايه؟ دكتور سليمان ايوه ماذا اسمه؟ العريني ما هو ده الدكتور اللي اوه ماي جاد دكتور سليمان العريني اسه هنا في الهوسبتال؟ متأكد ولا بتقول كده وخلاص؟ متأكد طبعا يا دكتورة انا لسه مكلم دكتورة الاوعية اللي هيدخل مع قط العمليات وقال لي كده وحصل حاجتك نفس اللي انا حصلتك ومنه واسيبو الصف محدش بسمع الكلام فيني زفت الأسانسور حالة نجاية دكتورة حالة حالة موسيقى 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 المترجم للقناة 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 طيب أنا أفكرك تاني الواصلة اللي أتخلص هنعمل ميكس بينها وبين اللي بعدها وهسيبك سواءً لحد ما تركزي في المسب الجديد وتخش معايا طيب يعني لو جات حاجة في النص مش حافظها شاوريلي بيدك كده وخلاص وياك تقطاعي الشغل بالكلام أوكي يلا بينا اشتركوا في القناة شكراً للمشاهدة لحقونا يا جدعان! لحقونا يا جدعان! عبدي الحان يا جدعان! في اي عبدي مالك! على ميتك! على ميتك! مش هادر خلاص! يا طراب لك ايه? دسبونا ساعتك وقعت علي كبوت العربية وأنا دخل علي قشارة النزا! عملة توصرخ وتتلقوح! حالتها صعبة! طلبت مني قد دي عرب مستشفى! والجدعان بتقولي! يا呀 ايه دا! يا شوية إنت مش هتخطب! هي اللي قالتليك تجيبها هنا! لح ساعتك! أنا قلتليها في مستشفى استسماري بعد شارعين! قالتلي أي حاجة! خلاص! يسكت! أيها حسن باشا في حالة صعبة شوية وقفت بتاكسي قدام باب المستشفى ودخلناها لاستقبال ساعتك لا يا فندم لوحدها هو بس الوقت اللي معها سواي التاكسي ده شكله مش مزبوط خالص أوامر ساعتك يا باشا تحت أمرك يا فندم خدوا منه الرخص والبطاقة وقعدوا شوية رخص ما دخلت كمين يا بيه ولا إيه أيوه أنا والله يا دكتور حاولت ألحق الموقف بكل طاقتي لكن الأسف الوقت كلم خلاص يا دكتورة خلاص مفيش مجال للأسف والاعتذارات دكتور سليمان أكبرنا على أمر واقع نابد نسلم له ونتعايش معه الكم ساعة اللي جايين دول وربنا يعطيها لأخير هيعدوا إن شاء الله يا دكتور وهنتطمن كلنا دكتور بيتر I'm so sorry I really couldn't No no never mind Everything is okay دكتور بيتر هو الوحيد اللي مش ألقان ولا معترض على اللي بيحصل بالعكس ده بيعتبر إن وجود الدكتور سليمان ده من حصنا حظنا يعني إيه أمال حضرتك معلش دي مفارقة وكمبليكيتت شوية حب أحكيلك عنها بعدين المهم الدكتور بيتر عايز ياخد جولة كده عندك في المستشفى ويشوف المستوى والتقنية الطبية اللي عندك بس كده ده شرف لينا يا فندم أنا كنت حاقترح ده بنفسي بس لقيت إن الظرف مش مناسب وخفت أقعدت لدكتور بيتر Never I'll wait until دكتور سليمان finishing his work مش ممكن ده يا فورسة دي من غير ما تشوفه وسلم عليه ده يا فندم قسم البطنة والأمراض المتوطنة وإحنا خصصنا له دور بالكامل عشان الكسافة فيه عالية شوية تفضلوا 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 بعد إذنكم ثواني بس أيه حسن بي لا تحت أمرك خير في حاجة ودخلت خلاص ولا لا طبعا هم هيعرضوها على الدكتور فورا ولو احتاجت حاجة هيحجزوها لا يحسن بي أرجوك أنا معي بروفاسور كبير من منظمة الصحة وبيلف في المستشفى مش عايزة أي مفاجآت لا لا حضرتك أنا مقدرش أحولها على مستشفى حكومي غلق معرف الحالة فيها إيه الأول افرد حضرتك إنها ماتت وهي بتخرج الحكاية مش نخصة أصلا بالزبط كده بالزبط وأنا هقول لهم يعملوا إيه مع السلامة يا فندي مع السلامة في حالة طوارئ دخلت عندك دلوقتي لو احتاجت حاجز احجزها من غير تأمين وبقى استجمل إجراءاتك بعدين وبعدين بقى في الليلة السودة دي يا ربي اه 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 عبير عبير فاروق اه اه معجي حد بره عبير اه لا اصلا اه 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 خير يا دكتور اندايا اه اشتباه في زايدة أو حصوة في الكلام اه 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 متاخدش مسكنات وتعمل سونار وتحليل بول امرك يا دكتور اه معنى كلام حضرتك انها كده هتتحجز؟ اكيد طبعا الكلام ده كل مش هيتم في التوارد مع حضرتك يا دكتور يروح يا سيدي يروح يروح يا مامي اهدي شوية انا اعصابي تعبت مش معقول كده لو سمحت يا هايدي سبيني في اللي انا فيه ما هو توطرك ده مش هيغير حاجة من اللي احنا فيه دول قلم ومدة العملية مش اقل من اربع ساعات ما فاتش ولهم غير ساعة واحدة انا بقول توفري لصيحك الجميلة دي وترقيت عودي في الاستراحة عاليا حبيبتي انت فين يا ساوسن شفتي اللي حصل انا قلبي موابود قوي مش عارفة عامل ايه ما تخافيش يا حبيبتي هيخف والله وحيبقى زي الفل انت ازاي عليها اهانم تسبيهم يعملوا العملية هنا في مصر هما الناس اللي هنا دول ما عرفوش اللي جوا ده يبقى مين ولا شاطرين يصفروا ممسهين ولعبت الكورة ثم فين وزير الصحة بالراحة شوية يا محسن هي الناس نقص رعب ومين محسن ده كمان ما عرفش يا دكتورة ده انا سمعت اسمه كده بالصدفة بس 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 محسن الصواب ده اعز صديق لسيادة الوزير وزير الصحة صحي بمين يا دكتورة الوزير اللي في غرفة العمليات قصدك محسن الصواب بتاع مجلس الشحب بس كده ده رئيس مجلس إدارة جليدة الأمل وعنده قنوات فضائية ومحطات وحاجات كتير قوي خير يا دكتورة ايه اللي حصل؟ هي خسرت مجهودك يا حسان بيه ست ساعات بتقفل في المستشفى وبتحوط عليها وتمنع دخول أي دبانة من قبل ما تعرف أصلها وفصلها وحتى العينين والحالات الحركة شوف بقى حضرتك هتعمل ايه في العنكابوت اللي قاعد في مكتبي برولين تلاتة زيارة على الأرض خلص يا دكتور في علا مستديرة يعني خلص تجنطوا ليه؟ سواني وبقى قدامي مش عايز إلا أنا خاضر يا دكتور الله يا سيارة مش كده يا مصابتي في ايه؟ ما عرفش يعني ما تعرفيش وما الميلي يعرف اهدي يا عليها اهدي اهدى يا الله خير اهدى ما شفتش جوزك قال ايه على الدكتور شكل ضيعته يا زوز شكل انا اللي ضيعته بيدي لا لا يا عليها اهدي 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 وكمان دم ما انا عملت أشاعة وصنار وحاجات كتيرة قوي ما تقلقاش يا روح قلبي ده حاجات بسيطة بس كده عشان نتطمن عليك دي اه واحدة هودي العينة المعمل ورجعلك حالاً بسيطة 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 بالنسبوع سيطلوس بسيطة 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 Health اقفز ورجعetty أنا أصلي بشغول في غرفة الغنال بتاع المطبع يا بنت أنا اللي بحلق لي كل حاجة تكلميني بعد رصة إيه؟ بتقول إيه؟ بسوان يا كمان يعني في الوقت بتكلميني من جوا مصاش في العلين يخرب بتعقلك دخلت هناك إزاي؟ عيب يا أستاذ أنا قلت لحضرتك حاول بس تكتشفني وانت هتشوف العجب أيوة وبيني وبين مصرح الأحداث ترقى وأسانسير لا لا حضرتك ما تقلقش خالص أنا هجيب لحضرتك داتا ما حصلتش وبالصور كمان هو إحنا شوية أنا معي موبايل خمسة ميجا بيكسل صورته إيه؟ بورتر إيه؟ بس يعني يا أستاذ جلال أنا عملت حركة كده يعني عشان أعرف أقتحم الموقع واحتمال يدبسوني في فاتورة كبيرة شوية وبصراحة كده أنا كل اللي في جيبي مايكملش 12 جنيه ونص لا 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 جيبك إيه؟ انسي يا بنت حكاية الفلوس دي خالص انت كان مليون مريتك وانت متطمين على آخر تبص يا عبير يديني اسمك بالكامل ورقم الغرف ورح الصرف اكتب يا تامر عبير فاروق عبدالي إيه؟ عبدالسلام غرفة 307 بقولك يا عبير أنا عاويش شغل بروفيشتال فاهمة؟ شغل بروفيشتال يلا مع السلام ربنا يا وفاقك بقولك يا تامر عاوز بتحكيز لي روبرا الصفحة الثالثة فوق الشمال حضرة معانا مصرف ومصاشف العريني والأخبار هتوصلنا خلالس ساعات أخبار ايه دي اللي بتتكلم عنها يا حسن بيه؟ ما كون فاكرني صاحفي صغير بيشامشم على خبر يزوى بيقسمه في صفحة الحوادث؟ معقولة تكون ظابط مهم في الداخلية وما تعرفش مين محسن الصواف؟ مقامك على الراس يا محسن بيه أنا بس كنت عايزة تطمن أن حضرتك مقدر خطورة الموقف أنا اللي عايز حدي يطمن على صديق عمري اللي راقت بين الحياة والموت دلوقتي واللي بيعمل له العملية دكتور مهايبر مداروش دماغه سرحة في ستمائة حاجة هو أنا مععرفش سليمان العريني الحالة دا يا بادك والشرقين كمان راحشان عشان كده ريزي من قرصة تتخل بحرصة أو ماش كده ولا يا بايزة؟ نظبوط يا دكتور أهم حاجة في الأحوال زي هذه تقدر بورزة بحرصة أوي ومتجليش سمك ولا بيض وعد عليك من ثلاث ديام خلاص الله عليك تسلم الأيال يا دكتور دا تهريج ولاه بعيال وتصرفات مجنين الهانم بتفسح الأجانب في المستشفى وسايبة وزير من أهم الوزراء في البلد تحت رحمة واحد مختلف العمليات اقسم بالله الراجل دا لو حصل له حاجة لكون فضحهم في كل حتة ومقدم استجواب لوزير الصحة في المجلس وما بقاش محسن الصواف لو ما سحبته عضوية النقابة من كل الدكاترة بما فيهم الدكتور سليمان موسيقى هذا العملية الراجل؟ نعم اجلس محسن؟ هل هل تسمع شيئا؟ نعم؟ من هنا ما هذا؟ يا رب بيجن؟ 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 يا شيء عظيم جداً ما تضحكونا معاكم شوية يا جماعة قبل الدكتور سليمان ما يخلص على العيان اللي معاه ونصوت كلنا حلو قوي الشغل دا برافو يا شاهد بجاب دي يا أستاذ فؤاد؟ هو فيه ظرف الشغل يا بنتي شغل؟ قصد حضرتك اننا بعدين بعدين هنرتبع مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه وهتمشي ازاي بس لازم تكوني بتعرف تلعبي حاجة انا ما حبش المطرب اللي بيردت زي البغبغان كده من غير ما انا قريدي بلعب بيانو هاي اللي اتعلمتي فين دا؟ اتعلمت ام بابا هو صحي جراح قلبي بس بيعزف حلو قوي اتحب حضرتك ان اعزفلك حاجة دلوقتي؟ على القرج ممكن؟ اه طبعا ممكن بس ياريت حاجة صغيارة عشان انا مرتبط بمعاه اه اوكي حاضر دكتور سلمان طب من نعم المعروف عملتي ايه؟ ساكت ليه ما بتتكلمش؟ للاسف ايه؟ كان نفسي اعمل اي حاجة علشان تقودوا معانا شوية لحد ما اقدر ان انا اكون نفسي واتقدم لمضموثي الهايدي بس جوزك بقى يا هانم اعمالها فيا وبقى واسخطتي الفضيعة اوه اش ما اقول عمل ايه لك حد؟ نجحت بس دي نجحت وجابت مجموع كمان الحمد لله الحمد لله الحمد لله اه عليها هانم عليها هانم معلش انا لازم انا بحضرتك لحاجة في منتهى الخطورة ومش هزار كيف انه يشغل؟ خير يا دكتور ενاين وزيف دلوقت قلبه ومش زي الأول خالص انا عايز انانبع حضرتك ممكن اول ما يخرج من هنا يتجوز علي حضرتك تلاتة شايف هاهاهة ايه دا في ايه ايه مالك السكرترا رواحت ومفيش حد هنا غير انا وانتي سيبتلت ايه بتاعي انت عايز مني بالزهر عاوز ايه عاوز اكافيك عالصهرة الحلوة دي عايز اديك فرصة محدش هيديها لجرفة وادعوني اما حسيبني سيبني بقولك حسيبني؟ هسيبك ده ايه؟ هو انا استحملت الوش والصداع اللي انت عملتولي ده كله عشان في الاخر يسيبك ارداحي كده انت حيوانه موسي في الوقت انت اشوفته في حياتي انت متسترسوا كنتبال مسمو الهين